النهاردة وبمناسبة عيد القطحة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال كلمة لجمهور النادي الأهلي لتهنقتهم بعيد القطحة المبارك خلينا نطلع نشوف هذه الكلمة ونرجع نكمل مع كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة وعيد قطحة مبارك عليكم وعلى كل أمة العربية والإسلامية وعلى مصرنا الغالية وربنا يديهم الخير والسلام ودائما بعدنا في تقدم والظهار وعناية ربنا يعني قبل كل شيء ظهور النهاردة الحقيقة واجب أيوة واجب واجب تجاه كل من يستحق الشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله الحقيقة شكر واجب لكل راجل من رجالة الأهلي من لعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية من أجبرهم لأصغرهم رجالة بجد تحملوا مسؤولية في ظروف صعبة جدا ووعدوا فأوفوا والحمد لله أسعدوا كل جماهيرنا الوفية وكمان أسعدونا معاهم الحقيقة كمان أعايز أشكر كل فرد من الجماهير الجماهير الأهلي اللي دايما وقفين في ظهرنا اللي بيسندونا اللي بيشجعوا ويدعموا لحتى في نقضهم بتكون مصطحة الكيان هي الهدف الجماهير دي هي اللي تستاهل نتعب علشانها وكمان تستاهل نضحي علشانها الجماهير اللي تلاقيها معاك يعني على المرة قبل الحلوة الجماهير اللي تقولك حسين بيك حسين بيك وعارفين إنك قدت أي تحدي علشان أنت الأهلي لو لفيت الدنيا كلها هتلاقي فين زي جمهور الأهلي أعتقد يعني دا شيء مستحيل في الحقيقة برضو النهاردة بقول الجمهور دا ألف سكر بقول الجمهور دا على مدار أكتر من 114 سنة أنت السند وأنت الشريك في كل بطولة وفي كل انتصار أنا مكنتش هطلع أتكلم النهاردة بس كنت كل اللي بفكر فيه بعد الفوز يعني على طول بعد الفوز بالبطولة أو بالبطولة العشرة هو إزاي أشكر ربنا سبحانه وتعالى صاحب الفضل الحقيقة أنم علينا نعمة كبيرة جدا جدا وكرمنا كرم كبير جدا جدا لكن كان لازم أطلع أتكلم بعد ما وصل لنا مشاعر الناس وإحساسها كبير بينا كل الناس اللي سندتنا ودعمتنا سواء قبل الفوز بالبطولة وأثناءها أو بعد ما ربنا أنعم علينا بها كمان بشكر بلدنا مصر اللي خيرها علينا كلنا بعد ربنا بنشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها سادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة على مساندتهم الحقيقة للأندية وخاصة اللي بتمثل مصر في البطولات الخارجية واللي فعلا مش هقدر أقو فيه حقه من الشكر هو جمهورنا الوفي اللي دايما بيدفعنا للأدام اللي دايما بيشجعنا اللي دايما بيقوينا وقت الصعب هفضل أقول طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى الجمهور ده هو الظهر وهو السند شكر كمان لمجلس الإدارة كل زميل قاين بيدوره على الأكمل وجه كل واحد واضع مصطحة الأهلي وإسم الأهلي قبل أي شيء وفي المقام الأول بشكر لجنة التخطيط كل أفرادهم كل أفراد الحاليين والسابقين كل منظومة العمل في النادي الإدارة التنفيذية القطاعات الرياضية جميع العمليين في النادي مش عايزا نسى حد الحقيقة بس فعلا كلهم يستحقوا الشكر والتقدير على مسندتهم وعلى كل واحد بيقوم بدوره لرفعة أو رفعة اسم النادي الأهلي والإعلام شكرا لكل إعلامي يدرك مسؤولية الكلمة شكرا للإعلام المسؤول اللي ما بيزرعش الفتلة بين الجماهير اللي ما بيصدرش مشاعر كراهية بين الناس شكرا للإعلام اللي بيبروز الإيجابيات ويدعمها ويشجحها وكمان يشاور على السلبيات بس بكل مهنية علشان نعليجها كمان عايز أشكر كل أندية الشقيقة اللي بعتت يعني حيا لنا تهنيئة وجنة هنأة كبيرة جدا وكتير جدا لا يعني اللي بعتنا تهنيئة بالبطولة أسواء في مصر أو الوطن العربي أو في أفراقيا أو أوروبا الجماعة هي دي الرياضة هي دي الروح الرياضية النهاردة خلاص بنقفل بناخد خطة كده وبنقفل الصفحة دي وبنفتح صفحة جديدة في كتاب بإذن واحد أحد البطولات القادمة ونستمر في مواصلة تحدياتنا الأخر احنا عندنا يا جماعة دوري عندنا كاس عندنا سوبر مصري عندنا سوبر أفريقي عندنا كاس العالم للأندية وزي ما بقول لعبتنا دايما اللعب للأهلي مش بس شرف لا ده كمان مسئولية ومسئولية كبيرة جدا وكمان قدرك إن الطموح في الأهلي بطولة وربطولة يا جماعة الأهلي تاريخ والتاريخ علشان يستمر لازم كل جيل يعني كل جيل يكمل مسئولية الجيل اللي قبله حتى يارس الله الأرض ومن عليها هارجع الجمهور ليكم وبيكم ومعاكم بإذن الله هيفضل الأهلي هو الأهلي والأهلي لا يرضيه إلا أن يكون هو البطل دمتم دينا ودعم دينا جميعا الأهلي في كل الأزمان وفي كل الأوقات وكل عام وحضراتكم ومصرنا الغالية بخير وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة